اجمع عدد من الاعلاميين المتحدثين في غرفة نظمتها جمعية اعلاميون على تطبيق كلاب هاوس على ان التطبيق الاحدث من تطبيقات التواصل الاجتماعي هي فرصة سانحة لتقديم نجوم جدد يمكنهم التأثير بشكل ايجابي على الجمهور والمجتمع بشكل عام وطالب المشاركون زملائهم الاعلاميين بان لا يتركوا ساحة كلاب هاوس من دون ان يكون لهم حضورهم المؤثر خاصة انهم يملكون الادوات والمهارات والمعلومات التي تساعدهم في تصدر هذا التطبيق ومن هذا المنطلق حديثنا اليوم عن ولادة تطبيقات جديدة وما تأثيرها على السوشال ميديا للحديث اكثر عن هذا الموضوع ويانا ضيفتنا في الاستيديو دكتورة شيرين موسى استاد مساعد الاعلام جامعة عيمان صباحة ورد والسعادة صباح الخير ماروان صحيح بداية كلاب هاوس وبيتكلوت وغيرها من التطبيقات هي يمكن تطبيقات يديدة على اكيد الساحة ولكن السؤال هنا التطبيقات اليديدة واكيد في تطبيقات اخرى في المستقبل القريب سيتم اطلاقها هذه التطبيقات الجديدة ما تأثيرها على السوشال ميديا؟ زي ما قلت يا ماروة هي تطبيقات جديدة ولكن ليست الوحيدة كان في قبلها صحيح وسيستمر طبعا صناعة التكنولوجيا في اصدار تطبيقات جديدة للجمهور الفكرة في هذه التطبيقات انه بتستخدم اساليب للتصويق جاذبة للجمهور بترغب في المزيد من التفاعل لدى الجمهور بتركز على عناصر جديدة تجذب الجمهور بتستغل كمان الاوقات والفترات المختلفة يمكن كلاب هاوس بيركز على استخدام الصوت والتفاعل من خلال غرف المحادثات قبل كده كان فيه الساوند كلاوت بيركز على هذه الخاصية ولكن كان لا يتيح النقاش لمجموعات بشكل كبير كلاب هاوس ظهر في وقت يمكن لوكداون وكوفيد 19 وكده وكان فيه فكرة برضو ميزة انه بيركز على الافكار والحديث بشكل او التعبير عن الاراق بشكل بسيط يمكن مثل الانستجرام اللي بيركز على لايف ستايل او على السور بشكل اكبر فالعديد من الافراد وجد مساحة في الحديث عبر الكلاب هاوس فيها راحة اكتر فيها تعبير عن الاراق بشكل كبير فيها التقاء بمتخصصين يعني لما بدأ كلاب هاوس كل فرد يقدر يضيف او يبعث دعوة لمجموعة من المتخصصين من شبكة الاتصال اللي هو بيتواصل معاها فبدأوا يعملوا غرف محادثة في موضوعات متخصصة مصورين مثلا سينمائيين فنانين فهنا بدأ الفرد انه يبدأ يشارك في موضوعات متخصصة وبالشكل بسيط مع متخصصين او مشاهير كان ربما صعب عليه يتفاعل معهم مباشرة فيما قبل فكان ليه تأثير كبير في انه قبال جماهير كبير فكرة تسويق مختلفة انه يعني اعمل انفايت او اعمل دعوة او كده فاحس فيه بخصوصية اكبر او راحة في ان انا ورأيي مع انه مع استخدامه ما فيش خصوصية لكن هو كان تأثيره في هذا الاتجاه في السوشيال ميديا او قد غرف عديدة للمحادثة وبالتالي كان جاذب للعديد من القماهير صحيح دكتور شيرين يعني مع مواقع التواصل الاجتماعي اثبتت العديد من الدراسات ان مواقع التواصل الاجتماعي والتعلق فيها والادمان عليها يسبب قلاق مشاكل بالصحة العقلية ومشاكل ايضا عاطفية ومقارنات من قبل الاشخاص اللي يشوفون الصور بان حياة هؤلاء المشاهير مثالية ومقارنة حياتهم بانها غير مثالية كيف نخفف من ادماننا للحد يمكن الطبيعي وللحد اللي يمكن ما نتأثر او ما يتأثر الشخص يوم يشاهد هذه الصور طبعا التأثير بيترتب على حجم الاستخدام يعني ان المستخدمين بكسرة او المدمنين او الهيفي يوزرز بيكون عليهم تأثير كبير ان هما يشعروا بالاحباط او التوتر او حتى سرعة ايقاع الحياة يعني ممكن انا حس ان ايقاع الحياة حاولي سريع جدا وانا مش قادر الحقفة ده يصبني بالاحباط الفكرة في ان احنا نقلل او ننظم الاستخدام بشكل يعني الفرد يقدر يوظف السوشيال ميديا انه يتعرف مثلا هو محتاج ايه منها محتاج يعرف ايه يرتب المنصات اللي بيتعرض ليها ويحدد المنصات اللي بالفعل مفيدة المنصات اللي هي انا اقدر استفيد منها في ان انا اطور شخصيتي اعرف معلومات جديدة ابعد عن المنصات اللي قد تستهلك وقتي وتقدم اعادة لمضامين او محتوى قد يكون قديم فمهم فكرة ترتيب الاولويات مهم ان انا يكون عندي نمط في استخدامي للسوشيال ميديا بيعزز شخصيتي انا او بيضف لي معلومات جديدة واركز ايضا على يعني ان انا اعمل كنترول لعدد ساعات الاستخدام يعني ممكن استبدل مثلا منصة بمنصة اخرى اذا كانت افيد او انه مثلا يكون لدي هوايات او اهتمامات توجهني مثلا اطلاع على بعض مواقع التعليمية او الاشياء اللي انا فعلا استغل الان لاين تايم ده في ان انا اكون متطور ذاتيا نعم صحيح دكتورة شيرين يعني ما اعرف اذا انت وياي في هذا الموضوع ولكن اصبح لي السوشيال ميديا خلينا نقول قوة غريبة ويمكن المصطلح الاصح او التشبيه الاصح بهذه الحالة ان اصبح لي السوشيال ميديا عصى صحرية من ممكن انه تساهم بانتشار وشهرة شخص معين ويمكن في بعض الاحيان سقوط شخص معين ويمكن كرهة من قبل المتلقين والجمهور على السوشيال ميديا بسبب غلطة بسبب فيديو كيف من الممكن نستخدم السوشيال ميديا الاستخدام الصحيح ويمكن في بعض الاحيان انه نحن ما نتجاوز حدود في بعض الاحيان اللي نحن تربينا عليها في بعض الاحيان نشوف في انفتاح في السوشيال ميديا طبعا يعني فكرة السوشيال ميديا او تواصل الاجتماعي انه في منصات وتطبيقات كتير بيقدر الفرد يستخدمها او يتواصل فيها بشكل انا مقدرش اقول ان الشخص اللي بتواصل على السوشيال ميديا ممكن يكون يعني مهني او اعلامي او عنده ادوات معينة يقدر انه يتأكد بيها من المحتوى او انه يقدر انه يصنع لنا محتوى يعني مثالي او متميز فهنا طبعا هي الخطورة في كده انه سرعة الانتشار والمحتوى الممكن انه يكون في بعض المعلومات الخاطئة او المغلوطة مهم جدا انه الفرد يكون عنده وعي في استخدامه للسوشيال ميديا الحقيقة الوعي ده بينتك طبعا من يعني في منصات كتير بتحط معلومات او اشياء صحيحة فالمهم انها تكون عند هذا الشخص او بتوصله ايضا في من فترة للتانية بيكون في مبادرات الحقيقة وبيكون في معلومات بتساعد الشباب والافراد داخل المجتمع انهم يبنوا علاقة سليمة مع السوشيال ميديا يعني يمكن من فترة اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد محددات او مواصفات للشخصية الاماراتية على السوشيال ميديا وضح لنا كيف تبرز صورتها كيف تقدم معلومات عن نفسها كيف تحترم معايير واخلاقيات المجتمع من فترة ايضا سابقة كان فيه ميصاق خاص بجودة الحياة الرقمية وتم دعوة الافراد للاطلاع على بنود هذا الميصاق الاخلاقي كيف ابرز في السوشيال ميديا مثل هذه المبادرات بترفع الوعي لدى الشباب ولدى المجتمع بكيف اقدم صورة عن نفسي عن مجتمعي كيف اتأكد من المعلومات المقدمة لي من الاخر هل هي صحيحة هل هي تناسبني قبل ان اعمل لها شير او قبل ان اضعها في حساباتي واتبناها لان دي برضو ايضا خطيرة ان انا اخد فكرة او صورة او معلومة واتبناها او انشرها عندي دون وعي فمسألة الوعي مهمة مسألة معرفة او وجود مصادر ومنصات للمعلومات اللي بتساعدني على التعرف على الصفات الخاصة بالمجتمع العناصر الموجودة فيه بشكل صحيح مهم جدا انها تكون عندي وتكون مصدري الاول على السوشيال ميديا ان انا شوف من خلالها كيف تعمل السوشيال ميديا صحيح دكتورة شيرين خبرين اكثر ما هو مستقبل الاعلام براية الشخصي وارتباطه بالسوشيال ميديا مستقبلا يعني دايما يتقال ان الاعلام السوشيال ميديا لها الصدارة هم دورهم تكاملي حتى العديد من الابحاث والدراسات درست من يرتب اولويات من يعني هل السوشيال ميديا ترتب اولويات وسائل الاعلام ام وسائل الاعلام ترتب اولويات الموضوعات الموجودة على السوشيال ميديا الحقيقة الاثنين بيعملوا معا وسائل الاعلام تحتاج الى منصات التواصل الاجتماعي ولديها منصات تواصل اجتماعي حتى تقدم المحتوى وأيضا العديد من المحتوى الموجود على السوشيال ميديا مأخوذ من قنوات ومن محطات وموجود على منصات السوشيال ميديا فأعتقد أن هذا الدور هو مستمر وهذا الدور تطوري يعني تكاملي ومتطور ومستمر أن هناك تبادل للمعلومات وتبادل لأشكال المحتوى هنا وهنا صحيح أكيد ذكرتي الآن موضوع التطور أيضا الإعلام واكب التطور وأيضا من الممكن أن يمكن وواكب أيضا التطور التكنولوجي ولكن يعني دكتورة شيرين هل من الممكن أن هذا التطور اللي واكبه التلفزيون وواكبته لهذا التطور أنه يأثر سلبا على الإعلام يعني أعتقد أنه تكنولوجيا سريعة التطور التكنولوجيا طورت ليس فقط المنصات الأجهزة استخدام هذه الأجهزة يعني حتى الشكل التلفزيون العادي أصبح هناك سلاسي الأبعاد أصبح هناك تقدرين تشوفي أشياء افتراضية من خلال شاشة عرض تلفاز عادية موجودة تم تطورها تكنولوجيا أصبح هناك ارتباط كما ذكرنا أنه مثلا القناة أو المحطة التلفزيونية دايها العديد من التطبيقات الموجودة على السوشيال ميديا للوصول إلى الجماهير والتفاعل معهم فأعتقد أن التطور التكنولوجي مطلوب حتى يلبي احتياجات الجماهير مستقبلا وأيضا يوجد أشكال حديثة للمحتوى الإعلامي تقدر يتصل بها إلى الشباب وإلى مختلف الأفراد الفكرة أنه الإعلام مهنة وصناعة لا غنى عنها لديك أدوات لديك مهارات لديك إنتاج للمحتوى الإعلامي له هدف وله رسالة وله غاية ولديك دور تجاه الجماهير ليس شخصي وليس عشوائي وبالتالي أنت محتاجة أن تطوري هذه الأدوات وتحطي محتوى بشكل تكنولوجي وعصري وبشكل متطور وأيضا على السوشيال ميديا هناك العديد من المحتوات الشخصية الموجودة للتواصل الاجتماعي والتعبير عن الآراء قد استفيد منها وسائل الإعلام قد تعيد بسها والعكس صحيح أيضا وسائل التواصل الاجتماعي قد تعيد بس العديد وتعيد بالفعل العديد من المحتوى الإعلامي من دراما من مسلسلات من أفلام من أغاني وما إلى ذلك صحيح أكيد ما في غنى دكتوري عن التلفزيون ولكن أباتش الطمنيني أنا شخصيا هل من الممكن أنه فعلا من المهن اللي بتنقرض هي مهنة المذيعين لأنه فيه مذيعين بيصبح فيه روبوت مذيع أو لا؟ شو رائد؟ لا أعتقد أنه دي من المهن اللي ممكن أنها تنقرض يعني حتى إذا قلنا أنه هو كله حتى في الزكاء الاصطناعي هو من برمجة البشر ومن صنع البشر قد يخفف الأعباء والضغط الخاص بالتقديم التلفزيوني العمل في قطاع التلفزيون لكن لا ينهي بالتأكيد صحيح والعديد من الدراسات كل وسيلة تطلع تقول وسيلة الأخرى ستنتهي المهنة الأخرى قد أعتقد أن ما سيحدث هو تطوير عليها وأعتقد أن كل التكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي سوف تضيف لنا وسوف تقلل من أعباء أو ضغط العمل في المجال الإعلامي صحيح دكتورة شيرين اختلف طريقة يمكن تقديم الطريقة يعني تقديم المحتوى لأكيد المذيع والإعلامي على التلفز يعني نشوف اليوم مثلا العديد من الإعلاميين نقول هذا من المدرسة القديمة للإعلام هذا من المدرسة الحديثة شو الفرج من بينهم؟ يعني حاليا فكرة أنه زي ما قلت لك تصنيف قديم وحديث يعني أصبح أنه بنتحدث عنه أنه تكامل يعني لدي شكل لتقديم مثلا بطريقة كلاسيكية مثلا وأدعمه بمنصات حديثة ولكن الآن اللي بيظهر أنه أصبح الإعلامي متعدد المهام يعني هو يقدم هو يظهر لايف يظهر عبر منصات السوشيال ميديا يقدم أخبار يتفاعل مع الجماهير يلتقط صورة يصنع فيديو فهنا أنا أعتقد أنه حتى يعني الشكل نفسه اللي بنعتبره أنه كان قديم تطور بإضافة مهام عديدة أصبح مسؤولية الإعلامي أن يجدها نعم فأصبح هناك تطور مستمر يعني التطور على مستوى مثلا أدوات اللي بيستخدمها الإعلامي نعم تطور في طريقة أداؤه صحيح كيف يؤدي وأصبح مهم جدا أنه يعني يهتم بالمنصات الأخرى الموجودة ليس فقط الوسيلة التي يعمل بها ولكن مطالب منه أنه يتواجد على أكثر من منصة حتى يستطيع أن يتواصل بالفعل مع الجمهور فده أعتقد بيدوب الحاجز بين القديم والحديث صحيح دكتورة شيرين يعني بجميع ضيوفنا لحلقة هذا الصباح كان في نقطة مشتركة اللي هي ميول الأشخاص وأكيد الاهتمام بقدراتهم أكيد يعني في الجامعة هناك تشعرين بأن طلاب يمكن مبدعين في مجال معين حتى من جانب الإعلام حتى ولو اختاروا مجال أو مثلا الإعلام ممكن أن يكون خلينا نقول شغفة بناحية معينة أو مادة معينة أكثر من مادة أخرى خبرينا إذا شعرتي أنا ميولة من هذا الجانب أكثر أو من هذه المادة أكثر كيف تساعدينها؟ والله الحقيقة يعني لو بنتكلم على تخصص الإعلام يمكن كان يعني ريسنت اللي بنناقش هذا الموضوع أنه فعلا عندنا في الكلية يعني ويمكن دكتور حسام سلامة عميد كلتنا فذكر في هذه النقطة تحديدا أنه بيكون كل دكتور مثلا بيكتشف موهبة في طالب بيتابعه أنه إزاي ينمي هذه الموهبة تحديدا مثلا التقديم التلفزيوني أو الإلقاء أو مهارة مثلا التصوير أنه بيتم متابعته وكيف يمكن النسقل عنده هذه الموهبة نشجعه نحفزه لمشاركات أكثر نكتشف مثلا إيه نقاط القوة عنده وإيه نقاط الضعف نكتشف مثلا كيف أو ما هي المهارات التي يحتاجها لتطوير ذاته في هذه الجزئية فيكون ليه مثلا جزء خاص بتدريب حر في الكلية أو جزء خاص مثلا بيه أنه يشارك في بعض الأعمال الخارجية بالترشيح أو التدريب مثلا لدى مؤسسة بحيث أنه يتم تطوير مهارته حيث يكون إعلامي أو يكون مزيع أو يكون مقدم أو يكون مصور بعد تخرجه لديه خبرة يعتمد عليها في مستقبله وده نقطة مهمة يعني متابعة الطلبة الاكتشاف المواهب دي من البدايات أنه مثلا سمعت حد صوته مميز فزملائي مثلا في تخصص الإزاعة والتلفزيون هل يمكن أنه يقوم بفويس أوفر شفت حد تصميمه أو ديزاينه جيد أسأل مثلا زملائي في تخصص تصميم الجرافيكي أنه يرسم كويس هل يمكن أن يثقل هذه الموهبة طب إيه البرامج اللي يقدر يطور بيها نفسه وفي أي سنة دراسية حيدرسها هل يمكن أنه نستفيد من موهبته مثلا قبل أن يدرس هذه البرامج أو هذه التطبيقات فهنا النقطة يعني أنه فعلا متابعته توفير له البيئة المناسبة أنه يطور مهرته وأيضا يعني الوصول بيه لمستوى هو ممكن ما يكونش مدرك أنه ممكن يوصل له خلال فترة دراسته يعني ممكن منتظر مثلا ما يتخرج ويبدأ إحنا بنحاول أنه خلال فترة دراسته أوصل بيه خبرة عملية تمكنه من الانطلاق في الإعلام صحيح أكيد نورتينا لهذا الصباح شكرا مرهو دكتورة شرين موسى أستاذ مساعد الإعلام في جامعة عيمان نورتينا لهذا الصباح ويعطيتش ألف عافية وشكرا لتواجدت شكرا مرهو وصباح الخير عليكم جميعا صباح جميعا اشتركوا في القناة